بالإضافة لضبط البوليس والاتاي ديالنس عدنا خسائز خورا واللي يمكننا استعملو لضبط الميزان فاغم ديالنس ديالنا بشكل جيد وهذا هو موضوع هاد شاريد دائما في الانجلي أكوي وهنا في مجموعة البوليس عدنا هاد الزر الممتل بالحرف الجي من بعد ما نختارو فقرة او كلمة من النس بمجرد الضغط عليه كيو اللي النس ديالنا بشكل كبير كيف ما كتلاحدو كنستعملوه لكتابة العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية وكذلك يمكننا استعمالو بالنسبة للكلمات لانا وسط النس اللي بغينا نأكدو عليها ونشيرو لأهميتها من بعد كيجي الزر إي تاليك اللي كيف ما كيشير الاسم ديالو كيحول نص ديالنا لتاليك الحروف غتولي بشكل مائل يمكننا تستير نص ديالنا بالضغط على هاد الزر اس بجنب هاد الزر لضغطنا هنا على هاد الزهم يمكننا نختارو شكل ولون السطر ومن هنه يمكننا نشطبه على كلمة او جملة اختارينها من النس هاد الرمز كيساعدنا في إنشاء حروف صغيرة تحت سطر ديال النس مثال الرقم 1 و2 في هاد المعادلة اما بالنسبة لهاد الرمز فكيساعدنا في إنشاء حروف فق سطر النس مثال اللي بغينا نكتبوه X أو X2 او غيرها من الكلمات اللي كتحتاج للحروف صغيرة بهذا الشكل من هنه يمكننا إضافة ديزافر للنس وهذا اللي غيكون الموضوع الشريط القادم هنه عدنا هاد الزرعين واحد كنغيرو به اللون ديال لفون ديال النس ديالنا والآخر كيمكننا نبدلو لون النس مثال هنالا اختاريت هاد المقتطف من النس وضغطت على هاد السهم كيدهروا لي بعض الألوان الخاصة ولا غنشوفوها من بعد في شابية ختم يمكننا نختارو ما بين الألوان الرئيسية وكذلك من بين 16 مليون لون آخر اللي عدنا متوفرين بالضغط على أخر كولر يمكننا كذلك نطبقوه عن ديقردي باختيار ما بين وكذلك نطبقوه عن ديقردي خاص بنا بالضغط هنا أما بالنسبة لكاس ديال النس ديالنا فيمكننا نردو أول حرف من كل جملة وماجسكول نردو كذلك كامل النس ديالنا ومينسكول أو لا وماجسكول تكبير الحرف الأول لكل كلمة من النس ديالنا أو للعكس هات الزر إفاصي للميزة عن فرم كنستعملوه لإلغاء أي تغيير قمنا به في لفرم ديال النس ديالنا وكنرجع لإعداد الافتراضي اللي كان عدنا بمعنى البوليس اللي بدينا بها قبل ما نطبقوه أي ميزة على لفرم ديال النس وهنا كيبالينا بالليل فرما الافتراضي هيا البوليس انكاليبري وللاتاي ديالها 11 بوان يمكننا نغيرو البوليس الافتراضي ديال الورد بفتح نافذة بوليس بالضغط على هاد السهم هنا يمكن لكم تستفدو من جميع الخسائص اللي شفنا حتى الآن وكذلك من خسائص خرى اللي يمكننا تفعيلها لضغطنا هنا عنا لابوليس لاتاي لاميزون غرا إلى آخره من هنا يمكننا نشطو على كلمة أو نص بخط واحد بالضغط هنا أو بخطين بالضغط هنا يمكن لينحول النص ديالي اي كل حرف او مينيسكول غيتحول او بتيت ماجيسكول مع الحفاظ على الحروف اللي او ماجيسكول كيفما هما الآن لابغينا تحديدون بوليس في تيرا ديان يكفي القمو بالإعدادات الخاصة هنا وندغطو على ديفينير بار ديفو انا لانجلي بغامات خفانسي واللي كيمكننا نستفدو من إعدادات متقدمة واللي غير رجعو له من بعد في شريط آخر في التدريب الآن ندخيلوا بلادنا في النص ديانا بجموعة دي العناوين الفرعية وبغينا نتبقو عليهم النفس لاميزون فرم اذا شنو هي الطريقة اولا بمساعدة زر كنترول لادنا في لوحة المفاتيح كنختارو هاد العناوين وكنتبق عليهم النفس لاميزون فرم حل آخر عدنا ولي كيتجل لف اختيار أول عنوان ونتبقو عليه لاميزون فرم اللي بغينا والآن خاسنا نتبقو نفس الشيء لباقي العناوين اذا غنستعمل الزر غو بخو دوير لاميزون فرم بالضغط عليه مباشرة كيمكن اللي نضغطه لعنوان تاني ونتبق عليه نفس لاميزون فرم الآن آخر حل عندي كذلك هو كنختار لعنوان اللول واللي طبقنا عليه الميزة حسب الضوق دياننا ثم بالضغط مرتين على غو بخو دوير لاميزون فرم كيدهر لنا هاد البنسول اللي بجنب الكورسور دياننا في هاد اللحظة كتكون عدنا امكانية تطبيق عدة مرات نفس لاميزون فرم اللي اختارنا في اللول بالضغط على العنوان او على الهاميش فليسر اذا غنوقف استعمال هاد لاميزون فرم بالضغط من جديد على الزر غو بخو دوير لاميزون فرم اشتركوا في القناة